أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده نحن بدأنا الحديث عن فتنة الأموال والأولاد بقصة في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة الثانية سنتحدث عن الآيات التي يبين الله لنا فيها فتنة الأموال والأولاد حتى لا تنسينا الأموال والأولاد عن الآخرة التي عندما ننشغل بالدنيا ونترك الجهاد في سبيل الله ونترك ما أمرنا الله به تكون آخرتنا سيئة ونعيش الحياة الضنك في الدنيا أيضا يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين بعد أن هاجروا إلى المدينة المنورة واذكروا إذ أنتم قديل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم يعني الله رب العزي وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم إلى آخر الآيات واذكروا أيها المؤمنون إذ أنتم مستضعفون في الأرض في أرض مكة الذي يؤمن يعذب ماذا أنبوه أن يعذب لأنه يريد أن يطيع الله لا هذا يطيع العادات التقاليد العادات التقاليد من هو المتنفذ فيها قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل فرعون هذه الأمة هو وأمثاله من القادة والزعماء مثل وضعنا الحالي متسلطون لا يريد من الناس أن يتحرروا منهم ويطيعوا خالقهم فهؤلاء الذين كانوا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس هذا آمن يخطفونه وهذا يعذبونه أيضا نحن أيها الإخوة كنا في سوريا نخاف أن يتخطفنا الناس وإلى الآن هجر العدد الكبير من الناس في سوريا ويخافوا الناس عندما يمرون على حاجز أو على مكان أن يتخطفهم فعلا يمر بعض الشباب على حاجز يخطفونه تعالهم أنت إيش ما تذهب عسكرية يا أخي أنا خلصت عسكرية لا شب هذا للساء يقتلونه كذا يخذونه للتعزيب لماذا بعد ما موت اكتشفوا لماذا قتلوه تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم آواكم الله وأيدكم بنصره أيها المؤمنون في سوريا أيضا أنتم آواكم الله بالنسبة لبعض الجهات المسلمة التي عندها إيمان في قلوبها إيمان بالله إيمان حقيقي مؤمن بالآلهة البشرية آواكم عندهم بفضل الله وأيدكم الله بنصره إن شاء الله سيكون النصر وكل آت قريب بإذن الله تبارك وتعالى وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات النعم الكثير عندما انتقلتم للمدينة يا مسلمون وأيضا نحن سيرزقنا الله تبارك وتعالى أيضا من الطيبات إذا عدنا إلى الله وتمسكنا بشرعه فتكون آخرتنا إلى خير أما إذا بقينا على حالنا مستعدون للعبودية للبشر ونسينا رب البشر ونسينا الآخرة فأغرقنا بالأعمال الخاطئة كما يفعل بعض الناس اليوم لن ينصرنا الله قال قتاده كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا يعني أهل مكة يعني شيء من صحراء وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا ضلالين يعني ما يعرفوا ليش عايشين من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم رديا رديا في النار يعني يلقيه الله في النار يؤكلون ولا يأكلون والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس وبالإسلام أعطى الله ما رأيتهم فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله فانظروا أيها الأخوة إلى المجتمع الذي نعيش فيه الآن ضيوف كان قبل فترة من أسوأ المجتمعات كنت آتي فأصيف هنا منذ يمكن خمسة وعشرين سنة كان شقيا كانت عملته لا تساوي شيء بفضل الله لا بفضل أحد عندما الناس رجعوا إلى الله وأقبلوا على القرآن ديونهم تخلصوا منها وأصبحوا أقوياء يعادلون أفضل دولة أوروبية وهذا ما أزعج أعداء الحق لا يريدون أن تنهض الشعوب وتعود إلى ربها يريدونها ذليلة يتحكمون فيها كما يشاءون ولذلك إذا عدنا إلى ربنا وعلمنا بما يأمرنا ربنا فتبعنا موامره سبحانه وتعالى انصرف البلاء عنا وعند ذلك نكون قد أنقذنا أنفسنا من الذل والهوار الذي هو مضرب علينا ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر رظيم نزلت هذه الآيات في حاطب بن أبي بلتعة كما في الصحيحين البخاري المسلم أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عمل فتح بعت له الرسالة محمد يجهز جيش وسيأتي إليكم ليفتح مكة فأطلع الله رسوله على ذلك فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إثر الكتاب فاسترجعه معت سيدنا علي وفارس آخر تفصيل الحديث في ذلك أن سيدنا علي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم تصل إلى مكان كذا في مكان كذا تجد زعينة زعينة يعني امرأة معها كتاب فخذه فذهب كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الوحي وصل إلى المكان الذي حدده له النبي عليه الصلاة والسلام فرأى امرأة مسافرة اعترضها فقال لها اعترضها فقال لها أعطيني الكتاب قالت أي كتاب ما عندك كتاب قالت تعطيني الكتاب أو تخلعين الثياب يعني حاطب يكتب إلى مكة في قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحضر النبي حاطما فأقرح حاطب بما صنع قال له نعم يا رسول الله أنا أرسلت الكتاب إلى قريش لأنه عندي أولاد هناك فقلت أصنع معهم شيء عسى ما يؤذوا لأولادي مثل بعض الناس يا إخواني يشوفوا الفتنة انتبهوا للفتنة بعض الناس لا يريد أن ينطق بالحق ولا يريد أن يقول أن هؤلاء المجرمون يقتلون الناس لا أنهم تازين جيدين لماذا؟ لأن أولاده عندهم يخشى أن يؤذونهم الأخير مؤدرة الله بديموتوا بديموتوا بديعيشوا بديعيشوا بسويلة إيمان واحد آخر علمان يا أخير عندي معمل هناك بجونة يخربوه خربوا المعامل الحمد لله في الشيخ نجار وفي غيرها بدون أن يقاومهم أحد في الشيخ نجار ولكنهم يريدون أن يخربوا مخربون هكذا تريد سيدتهم إسرائيل بطريقة غير مباشرة عن طريق أمريكا وغيرها أن يخربوا البلد كما قالوا الأسد أو نخرب البلد لا خيرنا ما بدنا الأسد ولا بدنا أسياد الأسد وآلهة الأسد من المجرمين اليهود وأزناب اليهود خلاص ما عندنا نريدهم انكشف كل شيء فيخاف على ماله فيقع في الشرك ويستغل شبيح لهؤلاء المجرمين ربما يعلمهم بأخبار المسلمين ربما ربما إلى آخرهم عليها أزبالله تعالى فهنا المال أصبح فتنة سيدنا حاطب أولاده فتنة خاف على أولاده فرح أتصل بأعداء المسلمين ويخبرهم عن الجيش الإسلامي إذن نعود إلى الحديث حاطب أرسل كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح فأطلع الله رسوله على ذلك فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا فأقر حاطبه بما صنع فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه فأنه خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أقطع رأسه فقال عليه الصلاة والسلام دعه لا تؤذيه فإنه قد شهد بدرا اللي شهدوا بدر يا إخواني ثلاثمائة وعشرين شخص تقريبا وقفوا في وجه ألف سعمية وكسور وعرضوا أرواحهم للموت وهذا موقف لم يمسه الله لهم فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد شهد بدرا وما يدريكه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريكه لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني الآن طالما ما وقع ضرر وهذا الصحابي الجليل ليس هدفه الإقاع بالجيش الإسلامي ولكن ظن أنه يعمل يد مع قريش عساهم يعني ما يؤذون أولاده أو يسلم على أولاده فاعتبرت هذه خيانة ولكن الله غفرها له لتكون درسا لنا فالأولاد فتنة إن فضلتهم على أمر الله ضعت وضيعتهم الأموال فتنة إذا خفت على الأموال ولن تجاهد في سبيل الله وكنت مع عذاء الله يضيع مالك وتضيع أنت وسيكون مصيرك دار جهنم خالدا فيها أبدا انتبهتم ما هي الفتنة أما إذا فعلت ما أمرك الله به والولد يموت في أجره والمال غاد ورائح الله هو الرزاق ذو القوة المتين كم من إنسان كم من إنسان لم يملك شيء ورزقه الله المال الوفير وكم من إنسان عنده المليارات وإذا به يستيقظ صباحا ولا شيء عنده بل عليه ديون فينتحر فالرزق من الله لا علاقة له لا بإنسان يقرأ ويكتب أو عنده شهادات أو ما عنده شهادات لا الرزق من الله قبلني في جدة وأنا كنت ذاهب من جدة إلى مكة كنت ساكن في مكة شاب قال لي سأسألك هذا في عام 1967 أو 68 سؤالا أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أفهم شيء عندي محاسبون هم يحسبون الزكاة عندي أموال في مصر عندي معامل في جدة السعودية عندي معامل في كذا في كذا في العراق قال لا أستطيع أن أحصي أموالي ولكن المحاسبون أتابعهم فيحصون الأملاك وأخرج زكاة مالي وأزيد على ما قال المحاسبون هل تبرأ زمتي نعرف الحساب قلت له نعم تبرأ محل الشاهد في هذه الحادثة أنه لا يقرأ ولا يكتب وعنده المليارات المليارات التي لا يستطيع أن يحصيها وهناك أشخاص أعرف إنسان أخذ دكتوراه في الطب ثم درس فيها أيضا تخصصات وفتح عياده فبقي سلاسة أعوام يا دوبي طالع عجرة العياد وكان يستدين وينفق عليه والده وأعمامه أنه ما عنده مال يأكل وذاك أمي فالرزق من الله ينسى الإنسان هذا الشيء فيفتنه المال يخاف على ماله فيكون مع الكفار ضد المؤمنين ويظن أنه يعني هو ومشي حاله ما مشي حاله عندما يتسلط الفجار والكفار على ماله يذهبون بماله يطيروا معامله يطيروا إلى آخره هذه ما بحفظه الشيطان ذكروا أنه والله ومشي معهم عسى أن تحافظ على معملك وإذا به حادثة واقعية وإذا به جنود النظام يسرقوا معمله وما يخلوا فيه حتى الأسداك في داخل الجدران في المعمل سحبوها لأنها أسداك من النحاس والنحاس غالي مع الأسف فربنا تبارك وتعالى يقول لنا فهذه الآية ولو كان فيها سبب نزول ولكن العمر بعموم النص لا بخصوص السبب يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم لا تخونوا الله والرسول بمخالفة أمر الله والرسول الله يأمرك مما يحقق مصلحتك والمتسلط من البشر الكافر الذي يهددك الإرهاب الذي يرغمك ويؤذيك إذا كان لم تطعه وخرجت عن طاعته هذا الإرهاب بشر هو بيد الله يميته كيف يشاء فرعون مصر ليس الجديد هذا هذا القديم كان أشرف من فرعون الجديد فرعون القديم كان يعمل لمصلحة جماعته في مصر فرعون مصر الجدد يعملون لمصلحة إسرائيل شكل مباشر أو غير مباشر عن طريق أمريكا على الأسف فرعون مصر القديم قدر الله وما شاء فعله رب في قصر سيدنا موسى ثم نجى موسى وغرق فرعون وجنوده نعم غرق وكل فرعون سيدمره الله بسبب أو بموت طبيعي هذه نهايته ولكن لا يدرك هذا الإنسان السفيه تذكروا قصة الملك لا يدرك مصطحته في النهاية هو يتصرف حسب ما هو عليه يتصرف على الناس مسرور يفعل ما يشاء يقتل يأمر الطائرات فتطير قال لنا سنعته في خطاب يقول نحن إن الجو والعالم كله يسمى ولا يقول له الجو ما يجوز تقتل المدنيين لا ما يقوله شيء ما سيعني هن ما بريدوا هذا شيء يستنكروا الكلام ما يقوله ممنوع دوليا هم يساعدونه على ذلك ولذلك هذه خيانة للأمانة الدافع عليها إما حبوا الأولاد وإما حبوا الأموال ولذلك قال الله تبارك وتعالى واعلموا اعلموا العلم شيء والدعايات شيء آخر واعلموا أنما أموالكم وأولادكم في التح أنما أموال هذا تحصر الفتنة في الأموال والأولاد واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده الجنون عظيم أنها لابتلائكم من الذي زرع في قلوب أبوين أبو الأم حب الأولاد الطفل الصغير اللي سنتعذب من أجله سنوات حتى يشب ويكبر من الذي وضع فينا الحنو والعاطف والمحبة والسعادة عندما نراه ونداعبه ونداعبه الله الله وضع الحب من أجل أن يكتمل الكون فنربيه ونحن مسرورين سعداء المال والبنون زيرة الحياة الدنيا ولكن رمنا يقول والباقيات الصالحات هذه تتحول الآخر إلى جنة هذه لبنساها الناس الأولاد الأولاد بتضيعوا ياب موتوا قبل ما أبويهم يابويهم موتوا بالحق وهمهم ضاع الأبوان وضاع الأولاد وضاعت الأبوال وتقاسمها الورثة ولم يبقى منها شيء لم يبقى إلا العمل الصالح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة من ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو عمل صالح يكون له بقية أو كما قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميتة ثلاثة عندما يموت الإنسان بمشورات ثلاث أصناف أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى ثالث يرجعه أهله وماله ويبقى عمله أهله وماله برجعه واتقاسمه أمواله ويبقى له عمله هذا الذي يجعل آخرته جنة أو جحيمة فهل تنتبه أيها الأخ المؤمن إلى عملك هل تنقذ نفسك أولا وقبل كل شيء من الشرك حتى يكون لك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى فالدنيا دار ابتلاء ولا تظنها دار قرار طالما في موت وهو آت وكل آت قريب فانتبه فلا تفتن في المال ولا في الولاد يقول الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ثم ينبهنا الله تبارك وتعالى لتقوى الله يعني نقي أنفسنا من عذاب الله كيف نقي أنفسنا من عذاب الله بفعل أوامر الله واشتناب ما نهى عنه الله هذه التقوى أن تقي نفسك العذاب في الآخرة وتقلب آخرتك من نار إلى جنة فتقي نفسك من النار بالعمل بأوامر الله وترك معصية الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ فَارِقًا تُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِنِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَخْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذِي الْفَضْلِ العَظِيمِ إذن ربك سبحانه وتعالى إذا اتقيته يمنحك ثلاثة أمور الأمر الأول يجعل لكم فرقانة تفرقون حساسية منظار شفاف في قلبك وفي عقلك ينير لك الطريق فتفرق بين الحق والباطل كم من إنسان يجهل الحق من الباطل فيقع في الباطل ويترك الحق والأمر الثاني ويكفر عنكم سيئاتكم تكفير السيئات أي محوها يمحو عنكم الزنوب والآثام يمحو عنكم ما قد سلف من سيئاتكم وذنوبكم لأنكم اتقيتوا الله ورجعتم إلى الله وعملتم بأمر الله فتزول آثار الزنوب من نفوسكم وتجدون السعادة ولزة الإيمان والأمر الثالث ويغفر لكم الغفر الستر ويستر لكم زنوبكم عن الناس فلا يفضحكم يوم القيامة وتدخلون الجنة دار الخلق تسعدون فيها أبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وأن يقربنا إليها في الأقوال والأفعال والإخلاص قبل كل شيء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر